ويكأن النار بحاجة لحطب ويكأن الطين يريد بلل ويكأن النزيفة قد اندمل فريق وفريق مضاد سلاح ودماء حواجز ودبابات مشاهد تعيد الأذهان لأزمان غابرة خبرها لبنان المكلوم والمأزوم بأبنائه الذين لا يفوتون فرصة لقطع المقطوع وفصل المفصول وقتل الوطن المقتول 1975 2008 2021 نسخ مكررة لأحداث كانت ولا تزال بيروت تحتضنها وترسق في أذهان أهلها أن الهدوء والوفاق مصطلح لا طريق واصلا بينه وبين سويسر الشرق الحقيقة أنه مخطئ من يظن أن ما شهدته العاصمة اللبنانية بيروت من تراشق الناري هو بسبب تظاهرة خرجت للمطالبة بإقصاء قاد التحقيق بانفجار مرفأ بيروت فما جرى هو صدى لرصاصة انطلقت قبل 46 عاماً ضربت البلد في مقتل ومن وقتها كل ما يتم من تهدئة هي مسكنات فقدت أثرها وقيمتها لتكرار مشاهدها وغياب الالتزام بها لم يلحظ اللبنانيون أن انفجار بيروت الذي صم آذان العالم كان جرس انذار أن الوطن ربما يلفظ آخر أنفاسه وأن على أبنائه البحث فيما بينهم عن علاج للإنقاذ بيد أن الوقع أن الكل تمت رسخ الفرايته ورفع شعاراته ووجه أسهم النقد إلى الجميع فبات الكل يطلق النار على الكل في شكل تصريحات وأحياناً رصاصات مخطئ كذلك من يظن أن الحرب الأهلية هي البداية فتاريخ هذا البلد يؤكد أن البركان لا يثور قبل الفوران فلبنان يعيش أجواء ما قبل التفكك فإذا كان ما جرى في 1975 و2008 حرباً من القذائف والسواريخ فما يجري من 2019 هي حرب بقاء يخودها الشارع الذي وجد نفسه يحارب طواحين الهواء بحثاً عن غذاء ودواء ولا يملك أصلاً الليرة للشراء ورغم كثير مبادرات ودعوات ومؤتمرات تتباين في أمكنتها وتتشابه في مخرجاتها أن يا ساسة لبنان توحدوا من أجل وطنكم واخفضوا رايتكم وليكن الوطن هو قبلتكم ومصالح الشعب غايتكم إلا أن هكذا دعوات لا تعبر حناجرة ومداد الحبر والسبب أن لبنان يبحث عن أمل في مستقبل بدون مصالح لحزب أو قوات أو كتائب أو تيارات فهل يجد لبنان العون؟ أم يبقى النحيب على وطن كان يوماً نجيب؟ وحدها الأيام حبلة بالإجابة